سعيد يسأل يقول هناك من يقيم حفل الطلاق يقول ما حكم ذلك أخي سعيد بارك الله فيك بالنسبة لي الطلاق هو حل عقد الزوجية هذا هو الطلاق حل عقد الزوجية بمعنى أن الزوجية كانت قائمة بين الزوجين ولسبب من الأسباب ولظرف من الظروف ولعدم إمكانية استمرارية الحياة الزوجية يطلق الرجل امرأته ولذلك الأصل في النكاح الديمومة والاستمرار والبقاء والله جل وعلا جعل النكاح آية من آياته قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا الزواج قائم على المودة والمحبة والرحمة إذا فقد شيء بقي الآخر وربنا جل وعلا شرع الطلاق عندما تنعدم الحلول ما يكون هناك حل خلاص الطلاق هو الحل ولذلك قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات العدة والرجل يملك ثلاث طلاقات يطلق الطلق الأولى طلاق السنة ويتركها حتى يعني تقارب انتهاء العدة فيراجعها وهكذا إلى الطلق الثالث أما قضية إقامة حفلة بسبب الطلاق يقيمها الرجل أو تقيمها المرأة وما أعتقد بأن الرجل يقيم حفلة حفلة الطلاق وإنما في الغالب أن المرأة قد تصنع مثل هذه الحفلة تقول بأنها تخلصت من هذا الزوج فهذه بدعة من البداء ومحدثة من المحدثات وانتكاس في الفطرة وشذوذ وانقلاف التصورات يعني ما جرت العادة أن المرأة تفرح إذا طلقت إلا امرأة مثلا نادر في هذا العالم أنها ممكن تفرح مثلا أحيانا لوجود قضية أتعبتها وكذا لكن أن المرأة حتى لو وجدت ما يجوز للمرأة أن تذهب وتصنع حفلة وتجمع صويح باتها ويحتفلن بالطلاق هذا لا شك بأنه انقلاف الصور وشذوذ وانحراف نسأل الله العافية والسلامة ما يمكن لإنسان مسلمة تتق الله وتخاف الله عز وجل أن تفعل مثل هذا الفعل الله عز وجل و لا تنسوا الفضل بينكم فالمرأة إذا فارقت زوجها ما يجوز لها أن تذهب وتطعم فيه أو أن تعلن الفرح على أن انعتقت من هذا الزوج حتى لو كان هناك بينك و بينها مشكلة فيجب على الإنسان أن يحفظ الود و يحفظ المعروف و يحفظ العشرة على أقل تقدير كذلك الزوج يحرم عليها أن يروح إذا طلق زوجتي يتكلم فيها يقول فيها و فيها و فيها هذا لا يجوز و لا تنسوا الفضل بينكم و المرأة إذا تطلقت تتأسف على هذا الطلاق و الرجل إذا طلق يتأسف على هذا الفراق و يحزن على مثل هذا الأمر و لماذا وجعلت العدة العدة من جملة الحكم اللي فيها أن يتروى الزوج و تتروى الزوجة يتأملان في ما وصل إليه هل هذا فيه مصلحة أم فيه مفسدة و تراجع المرأة نفسها و يراجع الزوج نفسها أيضا لعل الله عز وجل أن يجمعهما من جديد أما قضية والله و قيم حفلة لا لا هذا الشذوذ و العياذ بالله حراف ما عرف الناس هذا الأمر إلا في الأزمة المتأخرة بسبب بعدهم عن دين الله و بسبب بعدهم عن هدي رسول الله عليه الصلاة و السلام و يجب على الناس أن يقفوا أمام هذا التصرف موقف حازم و لا يجوز الامرأة تشارك امرأة أخرى في قضية إقامة حفلة طلاق ما يجوز و حرام عليها لأن هذا من باب الإعانة على الإثم و الله جل و عليه قل و تعاونوا على البرد و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله فأي امرأة تشارك هذه المرأة في حفلة طلاقها آثمة مثلها لماذا؟ لأنها واقعة في أمر مصادم لفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليه المرأة تتأسف و تحزن حتى لو كان بينه و بين زوجها مشكلة و تتألم و تتمنى بأن زوجها كان أفضل من الحال الذي وصلوا إليه و الزوج نفس الشيء نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع ترجمة نانسي قنقر